تعاني المستشفيات والمراكز الصحية في العراق ومنذ سنوات عدة من نقص حاد في تأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمة الطبية في العراق بشكل عام وزارة الصحة السابقة كانت تازل أسباب إلى قلة الأموال بينما اتهم مراقبون الوزيرة السابقة بالفساد الإداري وعدم إدارة ملف الصحة بشكل صحيح ومع مطلع العام الماضي خصصت أموال لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية إلا أن الإجراءات الروتينية المتبعة أدت إلى تأخير تسلم الأموال إلى نهاية العام الماضي الأمر الذي أثر سلبا على عملية شراء الأجهزة مستشفى الحلة التعليمي العام استطاع أن يشتري بعض الأجهزة الطبية المهمة رغم تأخير الأموال وقلتها إلا أن الأجهزة تدخلت الخدمة الفعلية مطلع هذا العام بالأشهر التي مضت عانين من نقص بعض الأجهزة التي كانت تشمل قسم المونيترات التي هي أجهزة المراقبة متعددة الوظائف وكذلك السيطرة المركزية التي تشمل كل المونيترات بمكان واحد إضافة إلى أجهزة سحب السوائل التي هي السكر وأجهزة الانفوجين بومب التي هي مضخات السوائل قدرنا خلال هذه الفترة القصيرة أن نحصل تقريبا على 20 جهاز جهاز يعني مونيتر متعدد الوظائف وكذلك تقريبا حوالي 15 إلى 20 جهاز سحب السوائل كذلك حوالي 30 نفيوجين بومب التي هي مضخات السوائل رئيس القسم الفني في المستشفى يقول أن هذه الأجهزة ستساهم في إنقاذ العديد من الأرواح وإنهم وضعوا خطة لشراء أجهزة أخرى في حال توفر الأموال للعام الحالي الأجهزة الأساسية غطينا كامل المستشفى بالأجهزة الأساسية التي هي الضرورية للعمل اليومي الأجهزة التخصية بالنسبة للفرع العيون الإنعاش، جراحة الوجوه الفكين، الكسور ووفرنا الأجهزة التخصية باقي عندنا فرع الجراحة البولية والجراحة العامة إن شاء الله على هذه السنة المالية نوفر باقي الأجهزة الفساد الإداري والمالي وسوء التخطيط كانا سببين في تأخر هذه الأجهزة عن خدمة المواطن الأمر الذي سبب معاناة حقيقية للطبيب والمريض في آن معا من محافظة باب العيسى العطواني قناة الفلوج